شيء آخر دليل مهم وجود كنيسة مسيحية والنمو الهائل تأكيد لنبوة المسيح بإرسال الروح القدس وبناء الكنيسة وأنهم سيقومون بنفس أعمال المسيح باسم الرب يسوع المسيح اليوم في كنيسة في كل أنحاء العالم وأسرع نمو هو يعني بالتكاثر هو نمو الكنيسة أنا بتكلم عن طريق التبشير وألا أتكلم عن طريق التناسل يعني ممكن يعني مثلا عندنا في فلسطين كل واحد بخلف عشرة واثنعش وأكتر بلد بخلف فيها في العالم في غزة مثلا فأنا مش بتكلم على التناسل أنا بتكلم على الناس اللي عم تؤمن بيسوع أنا أتكلم عن ملايين غير مسيحيين ملايين رغم الاضطهاد والمقاوم والقوانين القوانين الدولية والحكومية اللي هي ضد ضد الكتاب المقدس ضد الكنيسة ضد المسيحية مع كل هذا في نمو هائل غير طبيعي والحق يقال كمان برضو فيه ارتداد كبير فيه ارتداد كبير هذا نراه مثلا في شمال أمريكا ولكن نشكر رب في الشرق الأوسط الكنيسة عم تكبر وعم تأخذ مواقع تأخذ أراضي وعم تتكاثر بشكل غير طبيعي بشكل هائل رغم الاضطهاد فأنا أسبح وأمجد الله على هذا النمو فإذا وجود كنيسة مسيحية هو دليل أن المسيح حي إلى أبد الآبدين وهو ساهر على كلمة ليجريها ولابد أحبائك مقال لكي يحضر الكنيسة كنيسة مجيدة مقدسة لا غضن فيها ولا دنس كنيسة ممجدة منتصرة عفيفة طاهرة عندما جئه ثانية في كنيسة مسيحية في كل أنحاء العالم أنا مش بتكلم على المباني ولا الكنيس أكيد فهمتوا عليه أنا بتكلم عن المؤمنين والأعمدة الحية والحجارة الحية ثم أحبائي العهد الجديد الكتاب المقدس هو حصيلة القيامة التي أصبحت مركز ومحور عقيدتنا وأساس إيماننا طيب السؤال ليه؟ كل الأديان الأخرى والعقائد والأفكار الأخرى تتمحور حول مؤسسها حول تعاليم حول شرائع حول طقوس حول فرائد حول نوميس وطقوس وكل أنواع الأعمال لكن المسيحية تتمحور حول شخص حي له القدرة أن يغير وأن يحرر وأن يبرر الإنسان وله القدرة أن يكتب الأسماء في سفر الحياة وإذا أنت اليوم غير واثق أنه اسمك مكتوب في سفر الحياة أنا بدعوك اليوم أنك تسلم حياتك للرب يسوع المسيح الحي شيء آخر أحبائي خليني أذكره شجاعة التلاميذ وصرورهم وفرحهم للشهادة والاستشهاد المسيحية لم تقم على العنف ولا السيف ولا السلاح بل غزت العالم وقلوب الناس بالمحبة فالمسيحيون والتلاميذ كان عندهم نزاهة طهارة نضافة وانتشار المسيحية أحبائي كان واضح جدا تغيير بولوس إثبات تفوق وكمال المسيح على الأديان إنها شهادة عظيمة جدا وخليني أحبائي أقول شيء مهم جدا إنه التلاميذ باعوا كل شيء يعني لما ابتلقوا خدمة من زيره ما طلبوا نساء ولا طلبوا خيل ولا طلبوا سبايا ولا جواري ولا تزواج ولا أي شيء ولا عمروا إغراءات أرضية ولا إغراءات سماوية ولا ولا من أي شيء بل بالعكس بفرح كان يروحوا ويبشروا ويموتوا من أجل يسوع المسيح كما قال القديس ترتليانوس إن دم الشهداء هي بذرة الكنيسة ثم ماذا عن شهادة علماء اليهود حتى اللي كانوا ضد المسيح والشهادات والأدلة الخارجية أحبائي قيامة المسيح مرتبطة بالفداء لا فداء بدون قيامة ولا قيامة بدون فداء إن قيامة المسيح وقيامة المؤمنين مرتبطتان ببعض إما تثبتان معا أو تسقطان معا وهذا مهم جدا أحبائي ندركوا كمسيحيين خليني أخد مكالمة أو اتنين في هذا الوقت معنا مريم ترجمة نانسي قنقر